السلام عليكم اليوم بدنا نحكي عن الطراب شائع لدى الأطفال وعادة أهل ما يدركوا أنه هذا الطراب ويحتاج إلى العلاج هو فرط الحركة ونقص الانتباه نسبته قد تصل إلى 5% من الأطفال طبعا تشخيص هذا المرض عادة يتم في سن المدرسة يعني الطفل قد يكون عنده أعراض سابقة ونفترض أنه كثير من أحيان قد تزول هذه الأعراض لكن عند دخول الطفل للمدرسة وهناك شكاوي من حركة زائدة اندفاعية يعني الطفل بيصير بالصاف بيلتهى مع رفقاته يحكي يلعب هون هون ما كثير بيركز على الدرس كذلك الإطراب يكون بالمدرسة عادة العراضة يكون موجودة في المدرسة وكذلك في المنزل يعني عادة الأم تشكي أنه الطفل اندفاعي فوضوي ينسى أغراضه أحيانا بالمدرسة شنطايته إقلامه عادة الأهل بيعانوا معاناة كبيرة بأنه الطفل بتدريسه يعني الشغلة التي يحتاج من طفل آخر ربع ساعة يجوز مع الطفل اللي عنده فرط حركة ونقص انتباه قد تحتاج إلى ساعة لأنه كل شيء بشدة انتباهه هو يشعر بيعني عنده عجز بالانتباه أي شيء يحتاج إلى تركيز كبير هو يمل منه بسرعة شديدة وبالتالي الطفل يصير بده يروح يلعب بالأغراض أو يتحجج بأي شيء ده أنه بده يروح شرب ماء أو أي قصة أخرى فإذا الأهل شافوا أنه أحد أطفالهم أنه عنده هاي الاندفاعية الحركة الزايدة عنده نقص يعني بالتركيز هناك صعوبة بتدريسه رغم أنه قد يكون الطفل دائما قد يكون ذكي لكن نتاجه أقل من إمكانياته دائما الأهل بيعبره وقول يا دكتور هو ذكي بس ما بيحب يركز يفترضوا أنه هذا خيار من الطفل هو عادة الطفل ما بيعرف شو عم يصير معه وبالتالي الطفل يتعرض للأسف للتعنيف من الأهل ومن المدرسين دون أدرك أنه هذا الطفل لديه مشكلة وبحاجة لمساعدة عادة ما يستجيب الطفل بشكل ممتاز هناك أدوية خاصة لهذا الإطراب تحديدا هي أعطاءها قد يكون كافي لأعطاء هذا الطفل فرصة لأنه يتعلم بشكل جيد لأنه هذا الإطراب طراب هو عادة قد يكون مستمر حتى البلوغ فإن لم يعالج ستكون له نتائج سلبية كثيرة على مستقبل الطفل على دراسته وهناك البعض نتيجة هذا الشعور بالإحباط عدم إدراكه شو عم يصير معه عدم إدراك الأهل للمدرسين للمشكلة ممكن تتطور لإطراب بالسلوك وحدوانية وقد قسم منهم بالمستقبل يصير عندهم إطراب سلوك شديد لأنه خلال تقدم العملية التعليمية هو مو قادر يتكيف معها فيؤدي لإحباط شديد قد يترتب عليه مشاكل كبيرة عند الطفل فبالتالي أنصح بالتوجه مباشرة وكل ما كان لجول الطبيب أبكر كل ما كانت نتائج أفضل شكرا